الذل ينتج المحبة وإذا كان كذلك فهمنا أن الذل هو ركن العبادة الأوثق ذل العبد لربه هو ركن العبادة الأوثق والله تعالى جعل الذل له طريق العز الذي يدرك به الإنسان العلو والارتفاع في الآخرة ولهذا يقول رب العالمين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد لأن العلو ينافي الانخفاض والانخفاض هو الذل والانكسار للعزيز الجبار سبحانه وبحمده